ممارس كولا قال إن كهربا هو المهاجم الثالث عندي دلوقتي لما الناس يقولون أنت زعلان من كهربا عندك مشكلة مع كهربا قال أنا أحطه في الترتيب الثالث فممكن في بعض الموباليات يبقى مش موجود لو أنا عندي اتنين مهاجمين جاهزين ترتيب كهربا في المرتبة الثالثة شايفه هو الترتيب الصحيح والسليم بالنسبة للمهاجمين الأهليم دي وجهة نظر مستر كولر ومحترمها بس دي مش متعلقة بالنحية الفنية يعني اللي ياخد يدرس الموضوع كويس مش متعلقة بالنحية الفنية هي متعلقة بموقف معين لا بتاع عدم السفر لمبراطة ميدياما أيوة ميدياما فهو بالنسبة للراجل هو شاف كده إنه ترجع مسأل أنت مش معايا يبقى خلاص يبقى فيه واحد والتاني وأنت بقى تبقى رقم ثلاثة لكن هو فيه الحقيقة على الواقع كهربا هو رقم واحد في المهاجمين بتوع النادي الآن في رأس الحرب يعني ده 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 مش ده مش كلام بيتقال أصدو أصدو هي الفكرة بإيه نرقم بس كده عدد مباريات عدد أهداف تأثير في الماتشات فهو كهربا هيبقى كده رقم واحد بس هو موقف معين وعيد زبط يعني الأمور هتتعدل تاني يعني مع الوقت